مستمرنا معكم مشاهدين الكرام في الجزء الثاني من برنامج حديث الصحافة في فقرة الضيف بعد أيام وساعة طويلة من مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني الذي عرضه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن رد عشية أمس على بعض انشغالات النواب مدافعا على حصيلة حكومته من جهة ومعربا على التكفل بالانشغالات التي تم طرحها خلال المناقشة وتدارك النقائص المسجلة من جهة أخرى لمناقشة تفاصيل ما تم إثراؤه أمس تحت قبة البرلمان أسعد بلقاء النائب البرلماني كمال بن خلوف في فقرة الضيف بعد الفاصل سيكمال بن خلوف أهلا بك سيدي شكرا على قبول هذه الدعوة شكرا لك ولمشاهدي قناة النهار أبدأ النقاش من أول قرار جاء في رد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن والذي قال يتمثل في تنصيب فريق خاص لمتابعة انشغالات واقتراحات النواب ودراستها والنظر فيها ماذا يعني هذا لديكم كنواب للشعب؟ بسم الله الرحمن الرحيم أولا بيان سياسة العامة الذي تمت مناقشته من طرف النواب وحاضي بمناقشة واسعة حيث بلغ عدد المتدخلين 337 متدخل ومدة زمنية وصلت إلى حدود الأشغال إلى الساعة الواحدة صباحا هي دلالة على اهتمام الكل بالعمل الحكومة وبالمنجزات وأكيد أنه لابد لكل منجز من غفوة أو تقصير ولذلك تطلب أن يستمع الوزير الأول مشكورا إلى كل التدخلات والانشغالات التي رفعها النواب وجراء ذلك تم الرد أمس على هذه التدخلات من خلال التبني مطلب أو تبني وإصدار قرار بإنشاء فريق أو تكوين فريق لمتابعة الانشغالات لضبط الانشغالات وترتيبها ومتابعة الانشغالات وأعتقد أن هذا يعتبر إجراء فوري وإجراء مهم جدا لمتابعة الانشغالات على غرار ما كان من سيد رئيس الجمهورية عندما أصدر على مستوى مجلس الوزراء قرارا بحصر وإحصاء القرارات التي صدرت مجلس الوزراء والتي تم تطبقها والتي لم يتم تطبقها من باب الوقوف على النقائص ومن باب الاهتمام ومن باب حصر المشكلات التي طرحها النواب وفي تصور أن هذه آلية جديدة أو آلية أخرى تستطيع أن تؤدي دورا آخر في الرقي ودورا آخر في فتح الباب بين الهيئة الشريعية والهيئة التنفيذية للوصول إلى نتائج أفضل وإلى كسر هوة التكلس الإداري الذي طبع المراحل السابقة والذي أدى بالضرورة إلى تعطل مصالح المواطنين مما يستوجب أن نعيد من جديد فتح إجراءات جديدة وخلق إجراءات جديدة وخلق هياكل جديدة تستطيع أن تجيب عن هذه التطلعات وعن هذه الانشغالات وهذا في تصوري هي رسالة مباشرة للمواطنين بأنه مثل ما كان سابقا يسمى ديوان المظالم فإنه اليوم هو بشكل أو بآخر هو ديوان انشغالات تستطيع من خلالها الحكومة أن تنظر بعين النائب البرلماني إلى الحقيقة الواقعية أستاذ يعني في مرة أثنية ينزل البيان ومناقشة بيان السياسة العامة للحكومة للبرلمان يعني في خضم هذه المناقشات اليوم النائب البرلماني له مسؤولية كبيرة في طرح انشغالات حقيقية تهم المواطنين يعني ما بعيدا على لغة الخشب وبعيدا على العديد من الصفات الأخرى سيدي الكريم في البداية النائب البرلماني مهمته الأساسية والجوهرية هو وفق المادة 114 من الدستور هي التشريع التشريع الذي هو في الحقيقة هو رفع الانشغال وتحويله إلى نص قانون يصدق على الجميع لأنه قاعدة قانونية عامة ومجردة وإسلوكية يعني ترتبط بالسلوك الإنساني يعني أنه مشكلات الشيء الثاني ولذلك يقولون في علماء السياسة القانون سياسة نجحت يعني هي الجانب السياسي عندما يتحول إلى قانون الشق الثاني وهو الرقابي وهو في المادة 115 من الدستور والشق الثالث وهو الرقابة أو ما يسمى الممارسة الدبلوماسية أو الدبلوماسية البرلمانية مدى 116 عندما يكون النائب مرتبط بعمو الشعب ومنخارط مع الناس ومنتخب من طرف الناس الأمانة التي هي على عاتقه هو أن ينقل الواقع الذي يعيشه المواطن لأن العبرة عندنا شيئا أن المواطن الذي يعاني وقد يجد في هذه المعاناة انسدادات داخل الإدارة أو عدم وصول أو يعجز عن إيصال انشغالاته فهناك النائب الذي يوصل الانشغال إلى سدة الحكم إلى أعلى جهاز يستطيع أن يراقب أتصور أن هذه هي العلاقة الوطيدة التي تجمع النائب بناخبه وهي أفضل وسيلة للحكومة لرؤية الواقع الاجتماعي للتحسس الواقع الاجتماعي وأرى أن النقد حتى ولو كان نوعا ما لاذعا فهو أفضل من الحكومة لماذا؟ لأنها ترى الواقع بعين ترى واقع المواطنين بعين النواب ولكن في شكل دبلوماسي أكثر من من ترى لأن المواطن عندما يتحرك يمكن أن لا يحسن إدارة التحرك بينما النائب فهو يتحرك وفق رؤيا وهي أن يرفع الانشغال ضمن إجراءات وضمن سلوكيات وأتصور أن هذا الأسلوب الحضاري الذي يستطيع أن يكسر الهوى ويقلص الهوى بين السلطة وبين المواطن وهو وسيلة من أكثر الوسائل التي يجب أن تتشبث بها الحكومة وتستطيع من خلالها أن تحل كثير من المشكلات أستاذ الكريم من بين النقاط التي كانت مطروحة بقوة في نقاش هذا السياسة العامة للحكومة هي القدرة الشرائية للمواطن ومن بين ردود الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن يوم أمس في رده أمام نواب البرلمان قد صرح أنه رفع المبلغ المخصص للتحويلات الاجتماعية من 2714 مليار دينار إلى 2895 مليار دينار أي بقيمة زيادة قدرها أكثر من 180 مليار دينار لسنة المقبلة في رأيكم هل هذا الرقم من شأنه تحسين القدرة الشرائية على أرض الواقع في الجزائر أعتقد أن القدرة الشرائية لا بد أن ننظر لها في ظل مقاربة متكاملة لن نستطيع أن ننظر لها لأننا عندما ننظر لها أنها ضخ أموال أخرى جديدة فلو جعلت البحر الأبد المتوسط عبارة عن أموال وتنزل على الجزائر لن تتصل إلى علاج المقاربة هي مقاربة متكاملة ففي الوقت الذي في ظل مبدأ دولة اجتماعية وهو مبدأ يجب أن يعاد ترتيب مفاهيمه بدقة لأنه اليوم عندما نتكلم عن الدعم هو شيء أساسي ولكن كيف يتم الدعم هل يتم الدعم حيث يصل إلى المعنيين أم أن الدعم يصل إلى الأغنية أكثر مما يصل إلى الفقراء فأنت عندما تنظر إلى الدعم في الغاز أو في الطاقة الطاقة تصل إلى من؟ تصل إلى من لملك سيارة ولكن المواطن البسيط لا يملك سيارة ولذلك فيجب أن نعيد فلسفة ورؤية ولعل هذا الذي ذكر في مخطط عام الحكومة وهو الدعم الموجه والذي قاده السيد الرئيس الجمهورية وهو البحث عن رؤية جديدة في الدولة الدولة الاجتماعية الدولة الاجتماعية التي تكون فيها العدالة يكون فيها العدل والاهتمام بالطبقات البسيطة في تصور أن هذه الزيادة مهمة جدا للشرائح الاجتماعية البسيطة ولكن في بعض الحالات في قمة الدعم للخبز للسميد للزيت للحليب وما إلى ذلك فهي تمس جميع المواطنين حتى الأغنية منهم وربما الأغنية أغنية منهم ولذلك المطلوب هو إعادة قراءة وإعادة مقاربة أقوى في تحقيق الدولة الاجتماعية من جهة ومن جهة أخرى البحث عن تنفيذ هذا بالشكل الذي يضمن أن الطبقات الهشة والطبقات البسيطة تستفيد أكثر لأنها المعنية أكثر بالدعم ولذلك علينا أن نبحث عن طرق أفضل للوصول الدعم إلى مستحقه ويتطلب ذلك مجموعة إجراءات وفي تصوري أن الحكومة تلجأ أو ستلجأ مستقبلا إلى هذا لماذا؟ لأنه عندما نريد أو نحاول أن نبحث عن هذه المقاربة كذلك نبحث من جهة أخرى عن مقاربة وهي الدعم لاستثمار وهو خلق وظائف وخلق مناصب شغل حقيقية وفاعلة تنتج الثروة وهذا يتطلب هذه المقاربة المتكاملة في تصوري أنها تتسع إلى أكثر من هذا الوقت ولكن في هذه النقطة تبدأت أستاذ إذا ما تكلمنا على المحافظة على القدرة الشرائية هناك فرق بين المحافظة على القدرة الشرائية وتحسين القدرة الشرائية يعني عندما نرفع الأجور يمكن أن نتكلم عن تحسين القدرة الشرائية لكن فيما يوازي ذلك رفع الأسعار في الأسواق العالمية إذا ما كانش فيه إنتاج طبعا قلت لذلك المقاربة يجب أن تكون أكبر من أنني أضخ أموال إضافية لأنني عندما أضخ أموال إضافية فإنها تستهلك من جهة أخرى عن طريق رفع الأسعار وبالتالي تصبح العملية عملية ولهذا لا يمكن أن تؤتي ثمارها ولهذا المطلوب أن ننظر إليها في ظل تكامل فيصبح عندي علاج لمشكل الاستيراد علاج لمشكل السلع الخارجية المستوردة علاج لمشكل الإنتاج المحلي لكثير شيء كبير جدا من الأمن الغذائي وما إلى ذلك من المواد واسعة الاستهلاك التي يمكن إنتاجها في الجزائر فنشجع المستثمرين ونشجع المنتجين ومن جهة أخرى نحاول أن نضع مقاربة من طرف المختصين والخبراء والسياسيين لتصل بنا إلى علاج هذه الظاهرة لأننا في النهاية حتى ولكن نعطيه الواحد اليوم خمس ملايين وعشر ملايين لا يكفيش روحه لماذا؟ لأنه في اللحظة التي تضيف له أو تضخ كتلة مالية جديدة في هذا المجال فإنهم بالجهة المقابلة تستنفذ من خلال عمليات أخرى ولا يستفيد شيء ولا يستفيد شيء في هذه النقطة تأخذني لتكلم على نقطة الاستيراد أستاذ يعني اليوم اليوم أمس الوزير الأول كانت تكلم على هذه النقطة أيضا وقال أن الدولة لم تمنع الاستيراد بل قامت بتأطيره وفي جهة أخرى نشاهد العديد من المنتجات يعني نقص حادف العديد من المنتجات بمجرد تأطير عملية الاستيراد يعني اليوم هل لسنا قادرين على الإنتاج هل لسنا قادرين على إنتاج المواد التي يستحقها المواطن الجزائري اليوم صحيح سيدي هناك مشكلة دائما أن أتحدث عن المقاربات عندما أضع حلا يجب أن أنظر إلى جميع العوامل المؤثرة فيه يعني عندما نأتي إلى السيد الرئيس الجمهورية أصدر قرار بتحجيم الاستراد على الاعتبار أن الاستراد في السابق كان استرادا مهولا وبغير كان هو تهريب عملة تهريب العملة تهريب العملة الصعبة إلى الخارج بأشكال أخرى وهي سارقة للمال العام لكن عندما تمت هذا التوجيه تم تطبيقه تطبيقا فجأ بغلق كل الأبواب ونحن الجزائري عندنا مشكلة لما تسرى مشكلة أقول غلق جدها ليس الغلق هو الحل ولكن الحل هو أن ندرس الظاهرة وننظر ما هي الإيجابيات ما هي السلبيات وكيف أستطيع أن أحد من استراد المواد التي هي موجودة في الجزائر أحد من استراد المواد الكمالية وأبقي على المواد الأساسية وأبقي على المواد الضرورية ولذلك عندما يكون القرار غير مدروس يوصل إلى هذه النتائج المفروض أن القرار دائما عندما يكون مدروس يوصل إلى نتائج أفضل ثم يكون التحيين قد يحدث الخطأ أثناء القرار ولكن يعالج القرار لنصل إلى تحسين القرار حتى نصل إلى علاج حقيقي الذي حدث هو أنه تمت المضايقة حتى أصبح فيه ندرة حقيقية واستغلت من جهة أخرى من جهة مقاومة للتغيير عن طريق هذه الأسليب العفنة لمحاربة الجزائريين في أقواتهم مما اضطر الدولة إلى إصدار قانون المضاربة ولكن في كل الحالات يتطلب وعي المواطن يتطلب أن عندما نصدر القرارات تكون مشمولة بدراسة لجميع مضاعفاتها نستطيع من خلالها أن نحقق والآن أعيد فتح باب الاستراد من مرة أخرى ولكن نحذر أن الاستراد كما أغلق من أجل الحفاظ على الكتلة المالية يجب أن يفتح بالشكل الذي يحقق أهدافه ولا يعود بنا إلى أولئك الذين يستغلون الظروف من أجل أن يهربوا أموال الجزائريين مرة أخرى وأقواتهم أستاذ إذا ما تكلمنا على نقطة احتياطي الصرف وكان جاء في بيان السياسة العملي الحكومة أن تقديرات ببلوغ احتياطي الصرف إلى 85 مليار دولار باحتساب احتياطي الذهب هل نعتبر اليوم الجزائر في بحبوحة مالية؟ أعتقد أن احتياطي الصرف هو الأمان لكن لا يجب أن ننظر إليه بهذا الشكل نحن يجب أن نتوجه بدل أن نقول نحن في أمان يجب أن نتوجه إلى الاستثمار يجب أن نوجه الشباب الجزائري والشعب الجزائري وكل القوى الأساسية التي تستطيع أن تستثمر أن نوجهها إلى الاستثمار لماذا؟ لأنه بقدر ما فيه كتلة الاحتياط بقدر ما فيه سوق عالمي متذبذب يستطيع اليوم عندي 85 ولكن قد يتحول إلى أقل بكثير بسبب الظروف الدولية ولذلك المطلوب مني أن ننظر إلى المستقبل المطلوب أن نخطط للمستقبل المطلوب أن ندفع إلى إنتاج حقيقي لا نعتمد على البترول بل عكس أن نعتمد على ما يسمى بالتنمية المستدامة في باب السياحة في مجال الزراعة في المجالات الأخرى ولذلك كلما كان صندوق أكثر آمانا كلما أعطى للدولة قوة كلما زاد من سيادية قرارات الدولة كلما زاد من تماسك الدولة وكلما قلل من المخاطر والمخاطر اليوم في الجزائر خطيرة جدا ومن جهة أخرى أستاذ نسبة التضخم بلاغ 9.5 ومخاوف دائما من ارتفاع النسبة التضخم قضي موجودة في العالم كامل مسألة لا يستطيع أي ولكن هي تتذبذب مرات تزيد ومرات تنقص ليس في الجزائر وحدها بل في دول العالم كامل ولكن في كل دول العالم فيه بحث باستمرار من طرف الخبراء من طرف المختصين إلى تقليص هذا المجال وفي بعض الدول ربما حتى تعمد إلى التضخم لتحقيق أو لتحقيق أهداف أخرى ولذلك المطلوب منا أن لا نكون في مؤخرة القوم ولا نكون بطبيعة الحال لن نستطيع أن نكون من هوائلهم لماذا؟ لأن وضعنا الاقتصادي ليس بالقوة ولكن نعمل ليكون وضعا اقتصاديا أقوى وكلما كان اقتصاد هنا قوي كلما كانت هناك تحديات أقوى لأنك لا تستطيع أن تكون في وجود عالمي قويا إذا لم تفرض وجودك والتحديات ستكون أكثر بكثير في بيان السياسة العامة أيضا للحكومة جاء ملف الخارجي والديبلوماسية الجزائرية التي حققت العديد من الانتصارات يعني ما تعليقكم معكم؟ أعتقد أن الديبلوماسية الجزائرية أعادت رونق الفعل الديبلوماسي الجزائري سواء من خلال يعني من خلال المبادرة السيد رئيس الجمهورية أو من خلال الخارجية كديبلوماسية ولعل آخرها هو القبول النيجر بالمبادرة الجزائرية لحالة الوضع في النيجر وفي تصوري أن الجزائر بهذا ولم شمل الفصائل الفلسطينية أيضا نعم هي مجموعة يعني ما تكلم عن يعني التاريخ الجزائر في الديبلوماسية عظيم يعني يبدأ من الحرب الإيرانية من الرهائن مع الرهائن حالة الرهائن بين أمريكا والمتحدة الأمريكية وإيران ثم الحرب الإيرانية العراقية ثم التدخل في أفريقيا في عدة ملفات مالي وتشاد وما إلا ذلك ثم والملف الليبي ثم اليوم في القضية العرب لما لم يستطعوا أن يجتمعوا لمدة ثلث سنوات استطاعت الجزائر أن تكون وكانت في البداية الكثير يتحدى أن يجتمع العرب في الجزائر وتجتمعوا وهذه دبلوماسية كبيرة جدا وكذلك الفصائل الفلسطينية التي عجزت كثير من الدول أن تجمعهم وجمعهم الجزائريون فاليوم كذلك الجزائر تتقدم خطوة أخرى في الدبلوماسية من خلال حلحلة ملف معقد جدا وهو ملف النيجر وفي تصوري أن هذا يدخل في دبلوماسية عريقة دبلوماسية قوية وأعادت للجزائر الوجه النير والوجه القوي وهذا تقدم كبير جدا يقوده سيد رئيس الجمهورية شكرا جزيلا على هذه التوضيحات السيد كمال بن خلف النائب البرلماني كنت ضيفي في برنامج حديث الصحافة شكرا لكم على طيبي المشاهدة والمتابعة السلام عليكم